حرف ه هه فتحة هه قسرة هه ضمة أهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء الصغار اليوم نتعرف على حرف من حروف اللغة العربية إذنه حرف اله فتعلم معي نتعرف حركاته الثلاثة الحركة الأولى ها فتحة وينطق هكذا ها ها مثل كلمة هرم وكلمة هاتف وبعد أن تعرفنا على الحركة الأولى لحرف اله تعالوا معي نتعرف على الحركة الثانية ها ضمة وينطق هكذا هو هو مثل كلمة هدهد وبعد أن تعرفنا على الحركة الثانية لحرف اله تعالوا معي نتعرف على الحركة الثالثة ها كسرة وينطق هكذا ها كلمة هرم مثل كلمة هرم وبعد أن تعرفنا يا أصدقائي على حرف اله بحركاته الثالثة الآن جاء دوركم يا صغاري هيا رددوا ورائي ها فتحة ها ها هرم ها فتحة ها هاتف ها ضمة ها هو هو هدهد ها قسرة ها قسرة ها هرة ها ها هو 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 هي دمما حد حد هي کسرا هي حررا هي کسرا هي حررا هي کسرا هي حررا تدريبات التدريب الاول ضع خط تحت الكلمة التي تبدأ بحرف اله موز هرم نمر اجابة تمام نخلة مكتب هاتف اجابة تمام هدهد نمور مشت اجابة تمام مفتاح هره نيل اجابة تمام التدريب الثاني ضع خط تحت الكلمات المتشابهة هره هدهد هره هرم اجابة تمام اجابة تمام هرم هرم هره هاتف اجابة تمام اجابة تمام هاتف هدهد هاتف هره اجابة تمام اجابة تمام هدهد هرم هاتف هدهد اجابة نام التدريب الثالث ضخط تحت الكلمة المختلفة هرّا 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 هرّم اجابة نام هرّم هرّا هرّم اجابة نام هاتف هدهد 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 إجابة مام هدهد هاتف 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 إجابة مام التدريب الرابع تع دائرة حول الكلمة التي بها حرف اله هرم نمر موز إجابة مام كبش هرة نخلة إجابة مام نمور مشط هاتف إجابة مام هدهد كتاب نيل إجابة مام التدريب الخامس أكمل بأحد الحروف نون هه ميم إجابة مام فه نون هه إجابة مام نون هه ميم إجابة مام ميم نون هه إجابة مام التدريب السادس داخت تحت اسم السورة نمر لبن هرم إجابة مام لحم لحم مكتب هاتف إجابة مام نومور كرة هدهد إجابة مام نيل هرة لسان إجابة مام التدريب السابع أكتب اسم السورة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر